قام حاكم إقليم بركو داود حمد بشير بجولات تفقدية شملت الدوائر الحكومية التابعة للأقليم بهدف معرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه تقدم العمل الإداري في الأقليم تقرير محمد آدم جاءت هذه زيارة التفقدية التي قام بها حاكم إقليم بركو داود حمد بشير للدوائر الحكومية بالولاية بهدف متابعة سير العمل وتفقد أوضاع العاملين في القطاع وإقفاء جندة وقواهم معدة سلفا من قبل الحكومة خلال تفقده التقل حاكم مع المسؤولين في المؤسسات التي زارها كل على حدة واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الصعوبات والإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات وكذا العاملين فيها وبعد كل هذه الآراء والشرحات قدم الحاكم توصيات عدة جلها تتمحر حول تضافر الجهود من أجل سير العمل على وجه المطلوب مستطردا في الوقت نفسه إلى الصعوبات التي تشهدها المؤسسات من نقص كوادر البشرية وبعض المستلزمات الأخرى وأضاف في كلمته أنه سيعمل ما بوسعه من أجل إيجاد حلول عجلة لبعض النواقص التي تعرق لسير العمل سيما في القطاعات الحيوية وأنشير إلى الأذهان أن هذه الزيارة استغرقت عشرة أيام متتالية وشملت كافة القطاعات الحكومية بهدف تفقد السدود المائية التي أقيمت في قرية موكي التي تبعد بحوالي 20 كم من مدينة أمجرسة تأتي زيارة حاكم إقليم إنيدي الشرق حسن جربو برفقة مساعده تقرير عباس عباكر مصدر زيارة حاكم إقليم إنيدي الشرق حسن جربو بمعيته النائب البرلماني بالإقليم إلى قرية موكي التي تبعد عن مدينة أمجرس ب20 كم وذلك لأجل تفقد السدود المياه المبنية في بعض القرى وخاصة في قرية موكي التي يستفيد منها سكان القرية وضواحيها وقال لاحظة الوفد خلال الزيارة طلبة بناء مثل هذه السدود لاستفادة منها في موسم مباد الخريفة جينا كنتروليشب نادا ألمي للسنة دا كله لغاية شارة حمسة دا كان مشا شارة حمسة كتير يكمل سندا بس كان ألمي دا بيجي جبت معافية لاسما كما يجيبوا متريال ويشيدوا يبقى كبير ويبقى وشيدة لاسما ألمي يقربة كتير لقاء سنة لقاء سنة يودنا النائب البرلماني أضاف بأن السدود يستفيد منها أكثر من مئتين من تجمعات زراعية وعلى الحكومة توفير الإمكانيات الضرورية وتسخيرها لصالح المزارعين والممتجين في القرية وننوح بأن زيارة الحاكم حسن جيروبو إلى قرية موكي بهدف الوقوف على مشاكل السدود والبحث عن حلول لها على مستوى الإقليم